تظاهر العشرات من الليبيين أمام السفارة اليونانية في العاصمة طرابلس تنديدا بتصريحات وزير الخارجي اليوناني نيكوس ديني دياس قبل أيام حول الأزمة الليبية وموقفه من حكومة الوحدة الوطنية طالب المتظاهرون في بيان بضرورة احترام سيادة ليبيا معبرين عن رفضهم لتصريحات الوزير اليوناني الذين رأوا فيها محاولة لتقسيم ليبيا مظاهرات نظمها عشرات الليبيين أمام السفارة اليونانية في العاصمة الليبيا طرابلس تنديدا بتصريحات وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديني دياس قبل أيام حول الأزمة الليبية وموقفه من حكومة الوحدة الوطنية وطالب المتظاهرون في بيان بضرورة احترام سيادة ليبيا معبرين عن رفضهم لتصريحات الوزير اليوناني التي رأوا فيها محاولة لتقسيم ليبيا وأكد المتظاهرون أن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الشرعية التي تمثل كل الليبيين وعلى الحكومة اليونانية الالتزام بالتعامل مع الحكومة الليبية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية واحترام قواعد الدبلوماسية والدولية والتي خرقها وزير خارجيتكم المظاهرات تأتي احتجاجا على رفض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس النزول من طائرته بعد أن هبطت بمطار العاصمة الليبية قبل أيام بعد أن علم بوجود وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في استقباله وقال الوزير اليوناني حينها إن الاتفاق كان أن يقابل فقط رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأمر الذي نفته وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية موقف رفضته حكومة الوحدة الوطنية التي استدعت سفيرها من أثينا للتشاور والقائم بالأعمال اليوناني لتوضيح ما حدث كما طلبت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش من سفير ليبيا لدى اليونان تقدم مذكرات احتجاج لسلطات اليونانية لتوضيح تصرف وزير الخارجية اليوناني تأتي هذه التطورات لتضاف إلى توطر العلاقات بين ليبيا واليونان على خلفية توقيع حكومة الوحدة الوطنية مذكرات تفاهم مع تركيا حول الاستكشاف والتنقيب على النفط قبل أسابيع ينضم إلينا من أثينا عبر سكاي بيانس كوستوميتس المحلل السياسي مرحبا بكيانس شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة أين أخطأ الوزير اليوناني؟ يبدو أنه كان هناك سوء تفاهم في الترتيبات الخاصة برئيس المجلس الرئاسي السيد المنفي وكان هناك توقع أن وزير خارجية اليوناني لن يتم استقباله من قبل أحد أعضاء حكومة الدبيبة الحكومة اليونانية تعتبر حكومة الدبيبة على أنها غير شرعية وأن صلاحياتها الشرعية انتهت منذ عام تقريبا خاصة وأن حكومة الدبيبة ووزيرة الخارجية السيد المنقوش وقعت الاتفاق مع تركيا التي خالف الحقوق البحرية في شرق المتوسط وبالتالي كان هناك أزمة ديبلوماسية بين البلدين وهذا تطور مؤسف بالطبع ولكن اللوم يقع على حكومة الدبيبة التي تريد أن تفرض وجودها في زيارة غير رسمية من قبل وزير الخارجية من خلال إرسال السيد المنقوش لإستقبالها السيد المنفي أرسل رسالة إلى الحكومة اليونانية ليقول فيها أنه لابد من إنهاء هذا سوء التفاهم وهذا الوضع الدبيب وأعتقد في الأيام القليلة القادمة سنرى بعض الوساطة ربما من طرف ثالث لتهديئة الأمور لأن هذا ما حدث أمر مؤسف في اليومين الماضيين القضية لربما تعقدت أكثر بتصريحات الوزير اليوناني بعد أن عاد بعد أنهى زيارته لربما التصرف برأيك هل استكمال الزيارة والتوجه إلى الخصم السياسي مباشرة من أرض المطار بعد رفضه للنزول بداية حتى أن تقل الشق الثاني من السؤال بعد قليل هل هذا التصرف كان حكيما أم يجب عليه العودة وقطع الزيارة بالكامل باختصار أرجوك في هذه النقطة أعتقد أن هذا كان ربما غير مقصود في بعض الأحيان المسؤول الحكومي يواجه مشكلة وعليه اتخاذ القرار كان هناك قرار تأخذ بعدم مقابلة أي عضو من حكومة الدبيبة بما أن السيدة المنقوش أبلغت بعدم ازدهاب المطار لاستقبال الوزير الوزير اليوناني كان عليها أن يرسم خط لأن حكومة الدبيبة غير معترف بها من قبل المجتمع الدولي وهنا يكون التناقض اليوم يعني عندما نقول بأن الوزير توجه ليزور حكومة الدبيبة ليلتقي لمنفي ولكن بحكم سوء التفاهم الذي حصل كما تفترضه حضرتك طبعا أستاذ ينس قام بانتقاد الحكومة بشكل قوي بعد نهاية هذه الزيارة الآن كيف يمكن إصلاح هذا الوضع وكيف يمكن أن يخرج وزير الخارجية اليوناني من أزمة أنه أوقع نفسه في تناقض كبير ذهب وكان يرتب ليلتقي بيل منفي وبعد ذلك انتقد بشكل كبير حكومة الدبيبة ولا يعترف بها الحكومة اليونانية قررت مع مجلس النواب في طبرق وحكومة السيد البشارة وبالتالي هناك فهم واضح للحكومة اليونانية التي تريد أن تدفع بالديبلوماسية لعقد انتخابات حرة ونزية في أسرع وقت ممكن هذا هو موقف الحكومة اليونانية هي تريد التفاوض مع الحكومة الليبية ولكن يا أستاذ ينس يا أستاذ ينس تسمح لي ألا يعتبر هذا تدخلا في الشان الداخلي انظر إلى المظاهرات في ترابلوس اليوم وأمام السفارة اليونانية هنا يعني كيف لا يمكن أن يعتبر هذا تدخلا في الشان الداخلي الليبي هناك حجة تقول أن حكومة الدبيبة تدخلت في شؤون الداخلي اليونانية من خلال توقيع اتفاق مع حكومة تركية إذن هناك حقوق سيادية وحقوق أراضي يونانية لابد أن تدافع عنها الحكومة اليونانية في شرق متواصل بما أن حكومة دبيبة خلفت قانون الدولي من خلال توقيع اتفاق بدون أن يكون داية الحق في ذلك مع الحكومة التركية الحكومة اليونانية لابد أن تفعل شيء حي لذلك نفهم ذلك يا أستاذ يانس نفهم ذلك نفهم ونعرف لربما طبيعة الخلاف منذ أن طردت اليونان السفير الليبي لديها ونعرف قضية الجزر الفاصلة ما بين الدولتين ولكن الاتفاق بين الطرفين هو اتفاق عسكري تقول بأن هناك جدل ولكن من وجهة النظر الليبية لا يوجد هناك جدل هذا اتفاق عسكري أمني ليس له علاقة بقضية الحدود اليونانية إذن لربما ما قام به الوزير أو ما تقوم به اليونان الآن يوصف في الصحافة وإن كنت تتابع أيضا حضرتك هو مناورة ديبلوماسية غريبة وكأنه ردت فعل وانتقام على ما قلت حضرتك وافترطت أنه تدخل ليبي بالداخل اليوناني سيد أختلف مع هذا الموقف لأن الاتفاق الذي وقعته سيد المنقوش مع وزير خارجية تركي السيد شووش أغلو هو مخالفة تامة للحقوق اليونانية في شكل متوسط الاتفاقات الاتفاق الجانبي الخاص بتعاون أمني وعسكري اليونان ليست لديها موقف منه ولكن هناك دولتين ليست لديهما حدود بحرية بينهما تريد أن تتدخل في الحدود البحرية لدول أخرى هذا أمر غير مقبول للحكومة اليونانية ولن يتم التسامح معه بأي شكل من الأشكال لخلق هذا الوضع في شرق المتوسط أيضا هناك سؤال شرعية حكومة الدبيبة وهي مشكك به من قبل مجلس النواب وحكومة السيد بشاغة إذن الوضع معقد واليونان شكرا ينس دخلت في وسط هذه الأزمة ولكن ما زلنا في إطالة اعتراف الدولة اليوم لربما أنتم اليونان ومصر هما القضية المستجدة في عدم الاعتراف بشرعية الدبيبة أنا أود أن أشكرك سامينحي لوقت أدركني ينس كوتوميتس المحلل السياسي من أثناء شكرا جزيلا لك ينس شكرا جزيلا لك